معنا في الستوديو دكتور خالد محمد مبارك القاسمي الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك معنا دكتور خالد نحن وسهلا ارفعه عاليا ليبقى شامي خان ماذا تعني هذه المقولة فعليا للمواطن الإماراتي اليوم في يوم العلم إلى شك يعني العلم لا رمزية ولا أهمية كون هذا العلم يعني وحد سبع إمارات تحت إطار دولة واحدة وحينما رفع صاحب السمو الشيخ المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان هذا العلم بجانب المغفور لها الشيخ راشد بن سعيد المكتوم وإخوان حكام الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 كان إعلان بقيام هذه الدولة الفتية والتي حقيقة تخترب من استكمال نصف غرن حاليا وتتوتد أواصرها ويتوتد وجودها وأيضا لذلك فهو العلم بلا شك أنه رمزية رمزية لدولة الإمارات رمزية لذكرى الاتحاد أيضا حينما يرفع المواطن في بيته وحينما يرفع في المؤسسات ويعمل له يوم في السنة هذا يعني نوع من الوطنية ومن الانتماء الوطني لهذه الدولة وللاتحاد ولا شك يعني أصبح يوم العلم منذ أن أغره صاحب السمو الشيخ محمد بن راجد رئيس الوزراء وعملوه يوم الثالث من ديسمبر من نوفمبر من كل عام بلا شك هذا يعني التحام المواطن مع غياته والتحام القيادة بالمواطن ونحن كشعب واحد أصلا متوحد يعني لا فرق بين القيادة والمواطن لذلك تجد حكامنا يجزوا مننا ويجزوا من شعبهم ويعني هذه العفوية المتواضعة التي تجدها بين جميع حكام الإمارات وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بلا شك تمثيل للاتحاد دعني دكتور خالد أسألك هنا يعني من البديهي ربما يقول أحدهم أن أي شخص يشعر بالانتماء إلى وطنه ويحب وطنه وعالمه ما الذي يميز الإمارات عن غيرها وخاصة مع تخصيص يوم للعلم في دولة الإمارات بلا شك يعني كما أسلفنا ونضيف إليه أن هذا العلم سقط بسبب تركيزه ووجوده الشهداء حقيقة فنحن اليوم حينما نرى شهدانا الذين قدموا أنفسهم من أجل الأخ والصديق ومن أجل الشقيق سواء كانوا في اليمن أو في الدول العربية الأخرى بلا شك يعني هذه رمزية حقيقة هم يدافعوا عن علمهم يدافعوا عن بلادهم وبالتالي دفاعهم عن شقاهم هو واجب يعني عليهم وبالتالي يعني هذه رمزية حقيقة العلم رمزية لكل معاني الوطنية في الدولة اليوم حتى الطفل الصغير يعني تجد يعني 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 العلم في إيده وكذلك الاحتفالات في المدارس فهذه يعني بلا شك نحن نحن انتماءنا لوطننا وخاص في منطقة الخليج والإمارات بشكل خاص انتماء جذري لأن هذا الشيء تطور اليوم دولة الإمارات وما تقدمه لمواطنيها إلى أي درجة يساهم في تعديد هذا الحب والانتماء لهذا البلد بلا شكة حينما تجد حكام يعني يتحدثون مثل الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حينما يتحدث عن المواطن بتلك الأريحية أمام مجلس الشورى ويقول أنا محاسب أمام الله يعني هذه أعتقد وهذه الروحية ولا تجدها إلا أعتقد في الصحابة من بعد فترة الصحابة بعد رسول الله لم نجد هناك من يهتم بالمواطنين يعني حينما يمثل لنا على سبيل مثل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي نموذج فريد من الحكام في إمارته حينما يعني يضع بنفسه قائمة بأسماء المواطنين ذوي الدخل المحدود ذوي الدخل المتوسط ذوي الدخل الكبير ومدى احتياجاتهم ويضع جهة لتعداد السكان لترى هؤلاء ولتتلمس احتياجاتهم حقيقة هذا نموذج فريد يعني ما أعتقد تنعم بها دول كثيرة يعني ما تقصده دكتور رفع العلم الانتماء لهذا العلم لهذا الوطن هو ليس مجرد شيء رمزي بل هو سنوات من التعب سنوات من التأسيس سنوات من التطور سنوات من التخطيط للمستقبل كي يكون هناك وطن ومواطن فعلا يشعر بانتماء وحب لهذا الوطن بالتأكيد يعني نحن إذا رجعنا للتاريخ نجد صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله كان يناضل من عجل قيام الاتحاد يعني من سبعة وستين إلى سنة السبعين وكانوا تدخلوا عندنا الأشقاء في من البحرين ومن قطر ولكن لم تسمح الظروف لأن يكونوا ضمن هذا الاتحاد لكن يعني كانت الشيخ زايد سفرياته وروحاته وجياته وأيضا ما كان قبلها المجلس المحلي للإمارات المتصالحة والمعونات التي كانت تقدمها تقدمها أبو ظبي لأنها كانت إمارة نفطية قبل الإمارات الأخرى فكانت تعمل حقيقة تشق الشوارع وتعمل بنية تحتية وهذا كله حقيقة من أجل تأسيس لدولة التي جاءت استجابة واضحة حقيقة في دقيقتنا الأخيرة هذا العلم ما هي مكانته اليوم عالميا أمام جميع دول العالم العلم الإمارات بلا شك يعني اليوم دولة الإمارات لها وزنها وثقلها سواء كان على الصعيد العربي أو على الصعيد الدولي وعلى صعيدنا المحلي الخليقي فلا شك الإمارات اليوم صوتها مسموع اليوم تشارك في صنع القرار في الأمم المتحدة تشارك في صنع القرار في الوطن العربي من أين جاء هذا الوزن؟ أعتقد أن المملكة العربية السعودية والإمارات اليوم في هذه الشراكية الثنائية لمحاولة لملمة الصف العربي بعد أن مزقه ربيع 2011 هذا جانب كبير وأعتقد أن اليوم القيادة كلها منصب على السعودية والإمارات ومصر ومتى كانت مصر كما قال صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي بالأمس في معرض الكتاب متى ما كانت مصر بعافية تكون هذه الأمة في عافية لأن مصر لا تحارب عن نفسها وإنما عن جميع شقاها العرب أشكرك جزيلا الشكر الدكتور خالد محمد مبارك القاسمي الكتب والمحلل السياسي شكرا لوجودك معنا ودائما إرفعه وحاليا ليبقى شامخا نبرك للإمارات ولكل الشعب الإماراتي ونبارك لك أيضا شكرا لك الدكتور خالد ترجمة نانسي قنقر